موسيقى هذه هي صنعاء القديمة وهذا هو بابها الشهير باب اليمن دعونا نستكشف ما وراء هذا الباب من أسرار هذه المدينة الضاربة في القدم والمخاطر المحتقة بمعالمها الأثرية والتاريخية موسيقى ما انتطأ أقدام الزائر هذا الباب الذي بقي من سبعة أبواب كانت تحيط بصنعاء القديمة إلا ويشعر بأنه يدلف إلى متحف حي وغني بآثار تاريخية نادرة تتعدد الأسماء والروايات بشان هذه المدينة ونشأتها لكن يتفق المؤرخون أن صنعاء تعد واحدة من أقدم مدن الأرض ولصنعاء أسماء عديدة منها مدينة سام وآزال ويحيط بها سور طويل منذ العصور القديمة جرى ترميمه أكثر من مرة خلال العهود الإسلامية المتعاقبة موسيقى التاريخ المرفق والتاريخ الأكيد أن صنعاء أصبحت عاصمة منذ ما يقرب من 200 قبل الإسلام لكن أيضا هناك آثار وهناك شواهد وهناك كلام كبير جدا في التاريخ خول أقدمية هذه المدينة واعتبارها من أقدم عواصم العالم بين هذه الشوارع والأزقة تخفي صنعاء القديمة تاريخا طويلا وفنا راقيا وطرازا معماريا يلخص حضارة عريقة ولا تزال حية بكل عناصرها وكأن يد التغيير لم تمتد إليها فهذه المباني السامقة والمصنوعة من الطين أو الطوب الأحمر والمسمى بالياجور والحجارة تتميز بتشابه مخططاتها إلى حد كبير وبنقوشها وزخرفات نوافدها ما يجعلها تبدو للزائر وكأنها فراشة صنعاء تحفى من تحفى العالم وارتباطي بها ارتباط طفولة فقد جئت إليها وعمري ست سنوات فقط أدهشني منظرها في البداية وسحرني وما يزال ومن خلال هذا التأثير الطفولي الذي يعتبره تاريخي كتبت الكثير عن صنعه هذه المدينة الذي يدخل إليها يدخل إلى كتاب ألف ليلة وليلة يدخل إلى كتاب سحر يدخل إلى عالم مختلف تماما هذه المدينة الذي يعود بعض بنيانها إلى مئات السنين لا تزال تعيش بقدر من الحيوية والرونق والبناء والفن يعني الرائع براعة هذا الفن الهندسي للمدينة تتجلى أيضا من خلال تصاميم الطرقات والمداخل والمخارج في أحياء المدينة وأسواقها التي تعرض المنتجات الحرفية المختلفة كالمصنوعات الفضية والنحاسية والخناجر المعروفة باسم الجنبية والأحجار الكريمة كالعقيق اليماني فهي مدينة تأريخية بكل المعاني أيضا الفن المعمار فيها فن مدهش ونادرا ما يتوفر في مدن مدينة من مدن التاريخ والطراث الإنساني ما يتوفر من مزايا في الفن المعمار الصنعاني كثيرون هم الشعراء والأدباء والمستشركون الذين سكنت صنعاء أرواحهم ووقعوا في غرامها وتغنوا بجمالها وفنها فقالوا لا بد من صنعاء وإن طال السفر وقالوا أيضا صنعاء حاوت كل فن فهذه المدينة ليست مجرد أبنية بل امرأة جميلة هبطت في ثياب الندى كما تبدو للشاعر عبد العزيز المقالح باريس دونك في العطر والسحر والثرفرات البريئة والنمنمات على واجهة البيوت ولندن دونك في الشمس واللمس والضوء والظل في غيمة كنداء المصابيح عابرة في ظهيرة صيف مرير تراوغ تطفو تحوم على شرفات المنازل تحبو وترسو على فكر المعدنة مميث لي صانعان يا من كلا ولا أغلها صمعا حاوت كل فن يسعد من حلها ليس غريبا أن ترى في هذه المدينة منازل يزيد عمرها عن خمسمائة عام بل المثير للدهشة هو أنها ما زالت ماهولة بالسكان ويحيط بها عشرات المساجد بمآذنها الشاهقة وقبابها البيضاء الناصعة أهمها الجامع الكبير الذي أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ببنائه ليكون واحدا من أوائل مساجد الإسلام استطعت هذه المدينة لقرون خلط أن تصمد في وجه الحروب والكوارث والحصار لكنها الآن أصبحت تواجه شبح شطبها من قائمة التراث العالمي جراء ما تقول اليونسكو الإهمال في الحفاظ على معالمها الأثرية المهددة بالاندثار تجولنا في شوارع وأزقة هذه المدينة العتيقة وشاهدنا الكثير من التشوهات التي طالت معالمها بعد أن قام البعض بهدم بعض الأبنية القديمة واستبدالها ببناء حديث من الأسمنت والحديد هذا الأمر والإهمال لعملية ترميم وصيارة المباني الآيلة بعضها للسقوط دفع منظمة اليونسكو إلى التلويح برفع المدينة من قائمة التراث العالمي الذي ضمت إليه عام 1984 هذا منزلي له أكثر من 800 عام ونحن ساكن في أباءنا وأجدادنا والآن حصلت له تشككات وصدا في المنزل هذا يعتبرها أبترق من العمل يعني قد كان مثل آمم هذا خرج أيضا هذا المقدم خرج من هذا وتفكت أيضا هذا إلى متفع هذا بدأت الأحجار يعني تتآكل مع بعضات البعض البيت مهدت للنيار وهذا أيضا من هذا تمر هكذا تجد هذا كل الأحجار القديمة الذي لها آلاف السنين بدأت أشتكت نصصين ها بالسبب هذا تشككت تشعروا بخطر على حياتنا طبعا نشعر بخطر أيضا علينا وعلى أسرتنا وما بش مكان أن يعني أيضا معظم أبناء صنعاء القديمة ما بش أن يسيروا ما بلا يخزوا الساعة والساعة أيضا مهدتة ينهار البيوت لفوقهم لدينا ثمانية ألف بيت عشرين في المئة تحتاج إلى إعادة تأهين ثلاثين في المئة تحتاج إلى ترميم خمسين في المئة تحتاج إلى صيانة هذه إحصائيات تقريبية إلى ثمانين وثمانين في المئة يعني هي واقعة لكن من خلال لكي تكون مئة في المئة من خلال الانتهاء من المرحلة الثانية من مخطط الحفاظ ستكون الرؤية يعني مئة في المئة واضحة دق التحذير الذي أطلقته منظمة اليونسكو ناقوس الخطر المحدق بهذه المدينة التي تعرضت لهجمات كثيرة خلال تاريخها الطويل لكن البعض يرى أن ما تعرضت له صنعاء القديمة خلال العقود الماضية من تشويها وإهمال جعل هذا الإرث عرضة للإندتار هذا العمر القديم تجعل من هذه المدين تتعرض لظروف فيزيائية طبيعية نتيجة العمر الافتراضي وبالتالي لا تقدر أن تقاوم أو تحتمل يعني الصمود أمام هذه العوامل ومن ضمنها عندك الأبطار وعندك الرياح وعندك يعني الاهتزازات والوسائل النقل والأشياء هذه فهذه كلها مجموعة عوامل تؤثر على هذه المنازل نحن نريد أن نخفف عليها هذه العوامل بقدر ما نستطيع وبالذات العوامل الفيزيائية التي نستطيع أن نتحكم فيها نحن كبشر للأسف صنعاء محيطها القبائل قوي ولذلك هو دائما ما يطغى على المدينة وإندما يقرأ واحد تاريخا للمدينة صنعاء دائما مهددة بالعدوان من محيطها القبلي للأسف الشديد في أهد علي عبدالله صالح يعني تم تدمير كثير من كنوز هذه المدينة وآثارها ومعالمها واستطاعت لهذه القبائل أن تدخل إلى المدينة وأن تستحدث استحداثات تسيء إلى وتشوه وجه المدينة وسماتها وخصائصها صنعاء هي في الأساس جزء من تاريخ الإنسان تاريخ الأمة العربية من تاريخ العالم فالتفرج عليها وتركها للنهاية يجعل كل مسؤول في هذا الوطن محاسب أمام القانون قبل أن يكون محاسبا أمام ضميره وأمام التاريخ المسؤولون في الحكومة يؤكدون اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة وتبني خطة لحماية المدينة من التشوهات عقب تحذير اليونسكو وأولها ترميم عدد من المنازل المهددة بالسقوط فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذه أصدر توجيهات واضحة للحكومة بأن كل ما جاء من ملاحظات من قبل اليونسكو يجب أن تنفذ حرفيا فيما يتعلق بالمدينة التاريخية بشكل عام عكثنا نحن والأخ وزير الفقافة وهيئة الحفاظ على المدينة التاريخية والمجلس المحلي لإتخاذ إجراءات عملية بإزالة هذه التشوهات وأخذ ملاحظة اليونسكو على محمل الجد ولا زالت الاجتماعات تتوالى لمتابعة الإجراءات التنفيذية على البيدان سيصطر قريبا قرار من مجلس الوزراء بمنع البناء العمراني الحديث وهذا القرار سيكون ملزم إضافة إلى أن مجلس النواب تأخر في إصدار القانون القانون الآن نوقش منه 9% وأوقف لا ندري لماذا أوقف في مجلس النواب أنا أدعو مجلس النواب بأن يستشعر المسؤولية الوطنية والتاريخية أمه هذه المدينة بإصدار القانون والذي سيكون هو الإطار والمرجعي للتعامل مع الصنعاء القديمة ويعول المسؤولون على تفهم منظمة اليونسكو للوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد ومساعدة اليمن في تبني حملة دولية لإنقاذ تراث صنعاء على غرار ما قامت به المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي من تبني حملة دولية ساهمت بإعادة بناء صور صنعاء التاريخي وترميم العديد من مبانيها وإصلاح الجسور والممرات الداخلية بنفس نمطها القديم تلقينا من سكرتارية المؤتمر بأنه سيقدم التقرير الذي أرسل مؤخرا سيعرض شفويا ونحن لدينا تنسيق مع الوفودة العربية من أجل دعم التشكيل وتدوين الحالة العامة التي هي عليها مدينة صنعاء لأننا في واقع الحال في المحصلة النهائية نحن ننظر إلى منظمة اليونسكو لمدى الهيئة بالخبرات والقدرات الفنية وأيضا يعني هما حسب الرسالة التي وصلتني من المكتب الإقليمي ردا على طلبي بأنه فيها فريق سيزورنا بعد مايو وهم الآن بيعملوا مع زملائهم يعني فاند رايزنج لليمن المفروض أن الحكومة كلها تتبرغ لهذه المهمة ليس وزارة واحدة هما قد يحيلوا الأمر على وزارة ثقافة ومؤسساتها منها مؤسسة أو إدارة المحافظة على صنع القديمة وزارة ثقافة ماذا تصنع؟ لا بد أن تكون هناك وزارة المالية أولا وأخيرا وأن تكون وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة وكل وزارة تُعنى بصنعاء وأن يكون هناك عام يسمى عام صنعاء تعد صنعاء واحدة من ثلاث مدن يمنية مدرجة على قائمة التراث الإنساني لكن موضوع بقائها من عدمه في هذه القائمة أمر ستناقشه المنظمة في اجتماعها الشهر القادم حدث سوف يرقبه اليمنيون بقلق كبير فشق صنعاء من قائمة التراث العالمي سيكون كارثيا وإدانة صارخة للمسؤولين اليمنيين كما يقول البعض إذا تم ما هددت به اللونسكو فذلك إدانة صارخة وجارحة لهؤلاء الذين أهملوا مدينتهم وليس غريبا أن يهملوا مدينة مثل صنعاء فقد أهملوا الوطن بكله بكل المقاييس بكل المقاييس أن تعزل صنعاء عن محيط الدولي وأن اهتمام العالم وأن رلعاية العالم يعني كارثة حقيقية معناها أن تسلم لأيدي هذول الهمجيين البدائيين الذين لا يعرفوا قيمة لا للحضارة ولا للإنسان ولا لتراث آبائهم وأجدادهم لا يوجد في العالم مدينة تاريخية أهلها ساكن منذ آلاف السنين إلى حتى الآن ويكون في لحظة أو غمضة عام تشطب كأنها تاريخة وتعود كأنها مدينة عديدة هذا طبعا ألم كبير أو يعتبر عندي أنا كجنبلة حصلت لصنعاء القديمة ويبقى مستقبل هذه المدينة وشعاع تراثها الإنساني الذي ظل يصطع لقرون عديدة معلقا بين مطلقة منظمة اليونسكو التي تلوح بإخراج صنعاء من قائمة التراث العالمي وسندان شرحة الموارد والإمكانات المادية للدولة وانشغالها بالأوضاع السياسية الراهنة محمد القاضي سكينيوز عربيا صنعاء القديمة اشتركوا في القناة